في إتار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف السمن من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية في إطار توجهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامرها إلى هيئة الإمداد والتموين للقوات المسلحة بتجهيز وتعبئة وتوزيع أكثر من مليون ونصف المليون حصة غذائية بنصف الثمن من خلال منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بجميع محافظات الجمهورية ما تشلش هام تصدقني أنت عندنا تبقى الأهم المصر هو ابن البلد مصر بالنسبة لهم إذ واحدة لتني كلنا هدمن تبرد وهمنا وده كل فضل وخر كتير من ربنا وآخر قرام وبلد نسي ما تنفاش بالشكة ما تستناش للظهر وراك الضمت لتحت العبوينة حيث تم الإعداد والتجهيز الجيد للأصناف داخل العبوات لتقديمها إلى المواطنين للمساهمة في تلبية احتياجاتهم الأساسية من السلع الغذائية المختلفة من خلال تسيير أسطول من شاحنات النقل المجهزة لكافة المحافظات ما تشلش هام تصدقني أنت عندنا تبقى الأهم المصر هو ابن البلد مصر بالنسبة لهم إذ واحدة لتني كلنا هدمن تبرد وهمنا وده كل فضل وخر كتير من ربنا وآخر قرام وبلد نجي ما تنساش بالشدة ما تستناش للظهر وراك الضمت لتحت العبوينة وأعرب المواطنون عن اعتزازهم بالدور الوطني الذي تقوم به القوات المسلحة انطلاقا من مسؤوليتها الاجتماعية في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين خلال تداعيات الأزمة العالمية احنا احسن من دول كتير خالص وربنا يسترع علينا وربنا يخلينا رئيس وربنا يخلي شعب مصر كله وجميع الشهوب مضغوطة جميع الشهوب اللي حوالي كلها مضغوطة مش أنا بس والغلة في كل مكان بس الشعب أنا عايزي بقوله اصبر لأن الصبر مفتاح فرج مفتاح فرج وبإذن الله ربنا يعيني السيسي ويعيني البلد برضو والبلد الحمد لله في أمان وعشي في أمان ما كانش موجود الأمان دوت أغلى سيمة في الدنيا هي الأمان وأنا هشي في أمان الحمد لله الحمد لله بناكور ونشرب وماشي في أمان وبيتنا بير ويجي في أمان الدنيا خير فيها خير بس عايزة شوي صبر من الشعب مدي أزمة عالمية وإحنا الحمد لله عايشين والناس عايش الناس عايشة ما فيش مشكلة يعني وبدليل الحاجة هي موجودة هي والناس كلها الملمومة عليها هي حاجة رخيصة كويسة فيه ناس كثيرة قوي يعني فيه بلاد أجنبية بس ما في التلفزيون مش لقيين حاجات دي كلها فهلا بالنسبة لنا وبالنسبة لإحنا فيه ده الحمد لله كويسين الحمد لله وبيلاقي كلها منتجات في ستوق والله حاجة كويسة جدا من الدولة بتوفر علينا حاجات كتير وأنا شايف هذا الأسعار مناسبة للجميع يعني وطبعا الاستمرار في حاجة زي كده كويس جدا لا السعر جميل يعني خمسين جنيه وفيها حاجات تعدي المية يعني حاجات جميلة وقد ترخيركوا على تعبكوا وشقاكوا اللي انتوا بتعملوا معنا بصراحة واللي تعمل في البلد دي ما تعملش من 30 سنة وأنا بشكر سيادتك وربنا يخلك لينا وربنا يخلك لمصر وتحيا مصر تحيا مصر ميت معرض ميت معرض